مفترق الطرق الكبير في الكويت لا تتوفر النية على ما يبدو لالتقاط الفرصة التي تتيحها مشاورات الكويت وهي المحطة الثالثة بعد محطتين فاشلتين للمشاورات بين الحكومة والمتمردين حاول الحوثيون وصالح وضع عراق إلى عديد لا أساس لها أمام انعقاد هذه الجولة من المشاورات التي كان يفترض أن تعقد في 18 من هذا الشهر لكن ضغوطا دولية جعلتهم يذهبون دون أن يتغير شيء من الأسباب التي قالوا إنها حالت دون التحاقهم بوفد الحكومة في الوقت المحدد يذهب الإنقلابيون إلى الكويت كمن يساقوا إلى حتفه كيف لا والمشاورات لن تخرج عن بنود جوهرية أولها تسليم السلاح مؤسسات الدولة وآخرها الانسحاب من المدن إجراءات لو مضت كما هو مخطط لها فإنها ستعمل على تصفير الإمكانية العسكرية التي يستند إليها الإنقلابيون وستقلم أظافرهم وتحولهم إلى طرف سياسي دون الدولة ونفوذها وليس أعلى منها ومهمنا عليها لا يمثل السلام جزءا من اهتمامات الحوثيين وحليفهم صالح فقد اختاروا الحرب عندما كان الوفاق الوطني يحقق أهم نجاحاته باختتام مؤتمر الحوار الوطني وتقرير مصير الدولة وحينما انتهت لجنة كتابة الدستور من إنجاز مهمتها فذهبوا يثورون على الثورة وعلى الوفاق والشراكة وعلى الدولة المدنية لا ينفصل هذا المشهد المعقد في اليمن عن التحركات السياسية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة في ضوء انعقاد قمتي الرياضة الخليجية الأمريكية والخليجية المغربية في وقت يصر فيه الخليجيون على إعادة تعيين رؤية أمريكية أكثر إنصافا لطبيعة التحديات التي تحيط بدولهم جراء التدخلات الإيرانية وجراء التوظيف السيء لأذرعها في المنطقة ومنها الحوثيون لا يقين بشأن ما ستسفر عنه مشاورات الكويت في حال انعقادها وعما إذا كانت ستمثل محطة لتعزيز الوفاق أم ستصبح مفترقة طرق كبير لأن المتمردين لن يعدموا الذرائع للهروب من الاستحقاقات المؤلمة لهذه المشاورات خصوصا إذا جاءت مخرجات قمة الرياض معززة لخيار استعادة الدولة كما حددته قرارة مجلس الأرض